أطلق صباح اليوم رئيس الجمعية الوطنية ديكتور هارون كبادي بقصر الديمقراطية نشاطة الأسبوع الوطني للمرأة الشادية وفي ذات السياق نظمنا نساء العميلات بمستشفى سلطان شريف كاسر مؤتمر نقاش بمناسبة الأسبوع الوطني للمرأة الشادية تقرير أبدالله هارون مم تحت شعار مساواة الجنسين والصحة من عجل المرأة والطفل جاء هذا المؤتمر النقاشي للنساء البرلمانيات بمناسبة الانطلاق الرسمي لأنشطة الأسبوع الوطني للمرأة الشادية هذا وقد بدأ المؤتمر بكلمة رئيسة اللجنة المنظمة والتي هنال زميلاتها وكل الشاديات وعليه فإن مشاركة النساء يعكد النية والرغبة الحقيقية للمطالبة بهقوقهن ومساواة الجنسين في جميع المجالات بدوره رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبادي شجع المرأة الشادية والإفريقية بصفة أمة على مشاركتها الفائلة في التنمية الاجتماعية مشيرا إلى مكانتها الاجتماعية ودورها الفائل في التنمية مثمنا جهدها ومشاركتها الكاملة في الحياة السياسية والمدنية لذا ينبغي على النساء البرلمانيات القيام بدورهن والمساهمة في تحقيق رؤية صاحب الفقام إدريس دي بيتنو وعن عملية مساواة الجنسين في جميع المجالات تعد ضمن النصوص المشروع قانونيا والمدرجة في جدو الأعمال الحكومة متمنيا لهم عيدا سعيدا مع مناسبة الأسبوع الوطني للمرأة وفي ذات السياق نظمت النساء لأميلاد بالمركز الصحي لسلطان كاسر مؤتمر نقاش بمناسبة الأسبوع الوطني للمرأة والذي جاء تحت شعار احترام استقلالية المرأة وهماية الطفل حيث تناول المؤتمر مختلف القضايا المتعلقة بصحة المرأة والطفل ومشاركتها في التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة المنظمة شكرت النساء العاملات بالمركز الصحي على التزامهن بساعات العمل وتفعيل دورهن الاجتماعي والاهتمام بصحة المرأة وتجنب كافة الممارسات الضرة التي تؤرط صحتهن للخطر وخلال المؤتمر تداخلت النساء المشاركات بطرح أسئلة واستفسارات حول المواضي المتعلقة بالصحة وردت عليهم رئيسة اللجنة المنظمة والتي شددت على ضرورة مشاركة الرجل بجانب زوجته فيما يتعلق بصحة الإنجاب شكرا